بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم إن الاكتداء بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وجعلها قدوة لها آثار عظيمة في الدنيا والآخرة فمن تلك الآثار أن الاهتداء بهديه والاكتداء بسيرته من أسباب استجلاب محبة الله عز وجل للعبد كما في الآية الكريمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ومحبة الله طريق كل خير وسبيل إبعاد كل شر جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل إن يحب فلانا فأحبه فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال فإذا ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ومن ذلك الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم